اشتركوا في القناة تحدث زعيم ميليشيا بدر واحد زعماء ما يسمى بالإطار التنسيقي هذه العاملة وكان يتحدث عن وضعية ارتفاع الدولار مقابل الدينار خفاظ العملة العراقية الدينار وارتفاع قيمة الدولار وبدأ يفسر الأمور كما يشاءون طبعا هم يفسرونه فتحدث قال احنا ما عدنا احنا استطعنا ان ننهي الاحتلال في 31-12-2017 من استطاع ان ينهي الاحتلال ويخرج الاحتلال ذليلا وكثيرا اذا كان الاحتلال قد خرج بشكل نهائي لانه هو خرج من الباب ودخل منه الشباك بقوات اخرى لكن من اجبره على اخراج قوته الاساسية من العراق هي الخسار التي تعرض لها نتيجة المقاومة العراقية الباسلة هذا واقع الحال اما انتو اخرجتوه هذه كذبة كبيرة انتو يعني هو الاحتلال من جاء بكم امريكا من جاءت بكم فلا تستطعون اخراجه ولم تقاوموا ولم تعادوا بل كنتم امناء وما زلتم امناء على المشروع الذي جاء به الاحتلال منذ عام 2003 لحد الان هذا واقع الحال والشعب العراقي بات يعرف هذه الحقيقة يعني راحت ايام 2003 و2004 و2005 هذه الكذب والادعاءات خلص الشعب بعد 20 سنة يعرف الحقيقة وشكل واقع الحال اثبت له انه اللي حدث هذه كذبة كبيرة وانتم لستم الا وجراء عند هذا الاجنبية وذاك الاجنبية هذا واقع الحال ولا يجوز لمن يتحدث يعني من كان يقاتل العراقيين ثمان سنوات بغض النظر عن شكل النظام لكن هي حرب قامت بين العراق وايران من كان مع الجانب الايراني ويقاتل الجيش العراقي وجيش العراقي بسنة وبيشيعة وبيكراد وبيعرب وبيمسيحين وبيمسلمين وبيتركهم وبيكل شيء ويقاتلهم ويقتلهم ويقتل ناس منهم ويسفك دماؤهم لا يمكن ان يكون عراقي لا يمكن لا يمكن لهذه خيانة عظمى بغض النظر عن معارضتك لنظام معارضتك للنظام معارضتك لفكر النظام بتصرفات النظام شكل وان تقتل بجيش وتحارب مع جيش اخر ضد دولتك هذا شكل اخر عموما فهو يتحدث قال لا وجود لدينا الاستقلال الاقتصادي الان يا اوضع عرف انه العراق ما بيستقلال الاقتصادي هو العراق ليس فيه استقلال لا سياسي ولا اقتصادي ولا بيسيادة ولا ابدا كنت شيء ما بيه بس هو الان يتحدث عن الدولار يقول احنا ما عدنا استقلال اقتصادي لان الامريكا هي التي رفعت سعر الدولار وهي من تتعامر علينا وهي من يعني هذا المخطط الامريكي واكذوب حماية اموال العراقيين بالقرار من الرئيس الامريكي واحنا مكبلين في اموالنا اذا كل هذه السرقات وهذا الفساد وهذا الخراب وانتم مكبلين باموالكم اذا لم تكونوا مكبلين وان صارت كان يصير العراقي الان هو ومنه عام 2003 لحد الان هو من بين اكثر خمس دول بالعالم فسادا وان كان يصير هو صار رقم دولة رقم واحد شي صار بعد رقم واحد الفساد ودولة فاشلة ودولة خراب ودمار تتعامره فيحمل الامريكان مسئولية ارتفاع الدولار وانه هاي مؤامرة امريكية ضدنا لماذا تتعامر امريكا ضدكم يعني هذا الشيء المضحك الموكي في نفس الوقت لماذا تتعامر ما امريكا هي التي جاءت بكم يعني امريكا اسقطت نظام ودخلت وحتلت بلده ودمرته وقتلت مليون ونص انتو ياها اشتركت في قتل مليون ونص عراقي هجرته وقتلته وذبحته علماء وطيارين وضباط مفكرين واطباء ومهندسين وهذه كلها نعرفها وهجرت العالم واكثر من عشر ملايين عراقي هجروا من العراق وطائفية وسياسات طائفية وتغيير ديمغرافي هذا كلها حصل وهذا برعاية امريكية وبالحماية الامريكية وقاتلته تحت ضلة القوات الامريكية والسلاح الامريكي والطائرات الامريكية فامريكا تتآمر عليكم ليش ما هي اللي جابتكم وهذا مشروحها وانتم مناء على مشروحها ليش تآمر عليكم امريكا لو تتآمر عليكم تعرفكم ملفاتكم وأمريكا لو دولة حقيقية وصادقة لا اعترفت بمرتكبتهم من جريمة بحق العراق والعراقيين ولأخرجت كل الملفات عن فسادكم وخرابكم ويجي يوم تخرجها يعني تنشرها لأن أمريكا يعتقاعدة تقول يعني ماكو أصدقاء دامين ماكو أعداء دامين فأنتم إذا أصدقاها اليوم باشرعك بصيرون يعني أعداءها تنشرع الحبل كل فضايحكم هذا واقع الحال فبالتالي أمريكا يعني تتآمر عليكم هذه يعني كذبة كبيرة ولا تنبلع وأنت نفسك نفسك الذي قلت يعني هذه ليست أول مرة تكذب على العراقيين نفسك الذي يقول سألوك أكو فقراء في العراق انزعجت وقلت ماكو فقراء في العراق معنا لدينا 12 مليون عراق يأكلون من المزابل لدينا 40% أكثر باعتراف وزارة التخطيط العراقية هم من فقراء 3-4 شاب العراقي فقير وأنت نفسك الذي وقفت على المنصة وقلت منعونا أن يقدم لكم خدمات وتتحدث مع المحافظات الجنوبية لماذا من منعكم لأننا أتباع الحسين وأتباع علي هذا كلام يقال هذا أكويش كلام ما أنتوا أتباع الحسين وأتباع علي لهذه الأحزاب وما لهم علاقة وبراء منكم ولا الحسين ولا رضي الله عنه ولا الإمام علي رضي الله عنه براء منكم هذا اللي فعلتوا بالعراقيين وفعلتوا بالعراق وهذا الفساد والخراب والقتل والتهجير والطائفية في أي دستور هذا في أي شرع هذا ما حل يقبل به معاد هؤلاء الناس العالين الإمام علي رضي الله عنه والإمام حسين رضي الله عنه لا يمكننا أن يقبلوا بهذا الموضوع أموماً ومنعتنا الصحيونية وأمريكا منعتنا نقدم لكم الخدمات الكذبة كبيرة فبالتالي هذا الموضوع تتأمر عليكم أمريكا وأمريكا ما تريد لكم الخير هذا الناس ما الصدقية إلقوا غيرها أنتم كل غايتكم أن تخدموا إيران وتخدموا الاقتصاد الإيراني والسياسة الإيرانية ليس لكم علاقة بالعراق هذا واقع الحائل وقد أثبتتموه أنتم ولم يثبتوا أحد غيركم أنتم أثبتوا أن سياستكم ولاءكم وانتماءكم لإيران وليس للعراق واقع الحال يدل على هذا ويثبت ذلك لذلك هذا الحديث مرجود عليكم ولا يمكن لعراقي أن يصدقه وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وانتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة